مرحيم اليوم الثلاثاء الموافق عشرين أربعة الفين واحد وعشرين مختبر الفيسيولوجي اليوم عندنا ريفيجين يا جماعة مراجعة ريفيجين للفيسيولوجي الآن بداية حابين نحكي أنه الامتحان هو يوم الثلاثاء القادم التاريخ بيكون سبعة وعشرين أربعة إن شاء الله في نفس موعد المختبر اللي هو من الثنتين لثنتين واربعين كويس؟ في عندكم إشي من الثنتين لثنتين واربعين يوم الثلاثاء اللي جاي في عندكم شيء غير المختبر من الثنتين لثنتين واربعين حتى لو في بدك تلغي كل شيء وتقدم الامتحان ماشي؟ الآن امتحاننا من الثنتين لثنتين واربعين العملي عدد الأس اللي راح أجيبها في الامتحان 25 سؤال لانه فترة الامتحان زي ما الان احنا تنقشنا انها 40 دقيقة فدني رمضان اكيد بدهم يختصروا الوقت فصار 40 دقيقة فمنه انا بختصر عدد الاسئلة بخليها 25 سؤال ضع دائرة المادة اللي داخلي في الامتحان تابعوا معي شايفين الشاشة في السيولوجيا الانسان عملي واضحة عندكم اه دكتور بلش اول تجربة هاي لاب ون اللي هي الانترو دكشن ممكن اجيب لك زي هيك اجماعة بجيب لك هذا مثلا الجهاز هذا بقول لك شو اسمه بيقول لك لوكوميتر ذكروا هذا كيموغراف هذا اسمه لابراتوري انسترومنت شو المواد شو هي الانسترومنت او شو الاجهزة اللي بنستخدمها في مختبر الاسيولوجيا بجيب لك هذا الجهاز مثلا بقول لك شو هذا بتقول لي هاي لانسبس هاي استخدمناها لاخذ عينات الدم نتقف فيها الاصبع بيقول لك مثلا شو هذا الجهاز مثلا ستيتسكوب مثلا ممكن اجيب لك اقول لك شو الجهاز هذا تقول لي ديجيتال سفيقمو مونوميتر بستخدم فيه سفيقمو مونوميتر بقية سفيق ضغط ونبضات القلب شو اسم هاي المواد بتقول لي مونو كلونل بلد جروبينجري ايجنت شرحناها اللي هي اي و بي و دي هذا بالنسبة للاب الاول احفظ لي الانسترومنت هاي شو اسمه ونت بجيب لك رياب ويقول لي مثلا بيحكي لك شو اسم هذا الجهاز بتحكي لي غلوكوميتر تحضع دائرة على غلوكوميتر طيب المختبر الثاني اللي داخل طبعا الان المادة اللي داخل في الميت تيرم اول اشي سبيرمنت ون الثانية سبيرمنت ون اللي هو فسيولوجيكال تيستينج ان ديجنوسيس هذا اخذناها شو راح اجيب راح اجيب لك هذول جمعا الريبورت راح اجيب لك هذولا الريبورت يعني راح اجيب لك هلاتي مثلا اي الريبورت ركز على الريبورت اجيب لك مثلا خلينا هو انا مثلا لا بلاش طلعوا اللابة الثانية ركزوا لي اللي بحكيه الآن خلص بدي اجيب شغلات معينة مثلا بلش من البداية فسيولوجيكال تيستينج ان ديجنوسيس اللي هي ستوري بدنا اشيها بدي الاسئلة تركز على الاسئلة اللي بدي اجيبها اللي هي هاي يا جماعة الآن انه كيف بده قيم انه والله واحد عمل اكسرصايز فتنس هذا كله في المختبر هذا ما ما رح اجيبه في العملي لانه ما رح ينطبق عليه ما رح يزبط فالفتنس او الكارديو بسكولار فتنس والاكسرصايز هاي اللي عملناها ما بتزبط في الامتحان اللي رح تجيبه في الامتحان اعرف لي شو البدي ماس انديكس هاي اول اشي هاي اول واحدة شو تعرف البدي ماس انديكس بتقول لي هي العلاقة ما بين الوزن والطول طب انا شو بحسب فيها البدي ماس انديكس انا شو بحدد فيها شو بحدد هل انت ناصح او مش ناصح صح بدي فات همتوش يعني بدي ماس انديكس بحدد هل انت ناصح او مش ناصح دهون عندك يعني اوكي وارح او الا لا شو بدي ماس انديكس نعم نعم الان البرسنتيج او بدي فات نسبة الدهون عند الامسان هذول احفظولي اياهم مثلا النورمال ركزة عن النورمال ايه زلترينج مثلا مش الايج خلاص يعني مثلا اه خلنا يعني احفظلي انه الرينج من بين ثلاثين لس يعني من خمستعش لستة وثلاثين هيك خذ الافرج من خمستعش لستة وثلاثين هو النورمال اكثر من هيك مشكلة واقل من هيك مشكلة هاي بنسبة للبرسنتيج وفات الميتابو لكريت عرف لي اياه اول شو المتابوليكريت هي الـ over level of chemical reaction in the body انا كم بدي كالوريز المقصود فيها يعني المتابوليكريت انه يعني انا قديش بحتاج من الكالوري في اليوم حتى اقوم بوضاء في هذا بسمو المتابوليكريت طيب الـ body fat كيف بحسبو بالجهاز اسمو هذا اللي هو skin full caliper هذا بحسبو في الـ body fat طيب الان شعني lean body mass lean body mass هو it is your weight in kilograms minus the weight of the your body fat هو وزنك الكامل ناقص الدهون اللي حسبناها في الـ skin of caliper حكينا حددناها نعطيها تقريبي ناقص مجموح اللي هو lean body mass lean body mass يعني جسمك ناقص الدهون بعطيك العضلة يعني بعطيك body mass بعطيك عضلات كيف يشوي جسمك عضلات وعظام lean body mass بشيلي الوزن الكامل ومنه الدهون بيضل الباقي هذا ما يسمى million body mass كيف بحسب الـ body fat بالـ skin fold caliper هذا % of the fat طيب الـ basal metabolic rate نفس الشي the number of calories require to keep your body function at rest هو عدد الكالوريوز اللي بحتاجها جسمك حتى يظلوا قائم بوظائف وفي حالة rest طبعاً راح أجيب لكم مسألة PMR basal metabolic rate يساوي كذا فضولي إياها هاي المعاملة بجيب لك lean body mass مثلاً ممكن أعطيك lean body mass أو ممكن أعطيك basal metabolic rate يعني ممكن أقول لك والله basal metabolic rate 100 حسب لي lean body mass تكون حافظ هاي المعادلة وبتعمل نسبة وتناصب أو بجيب لك lean body mass بقول لك حسب لي basal metabolic rate لازم تكون حافظ هاي المعادلة واضح سهل ما راح أعقدها يعني lean body mass بعطيك نسبة الدهم من بالكيلوغرام مش بالبرسنتج أنا هنا بالskin fold caliper بطلحها بالبرسنتج بس أنا بعدل لك يا بالكيلوغرام عشان تزبط معك يعني ناقص الوزن كامل ناقص الدهون بالكيلوغرام مش بالمئة وبطلع لي lean body mass واضح واضح؟ واضح هاي جماعة آه جمعات آه 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 الله بس هاي اللابث هاي داخل في الامتحان المت يعني اللي بعدي اللي نشوف اللي بعدي اللي بعدي الكيموغراف يا جماعة كيموغراف أخذنا عرف لي شو الكيموغراف ضع دائرة شو الميوغرام ضع دائرة حفظ هذول لفريكوانسي وفستوميولاي ضع دائرة ايش هو بجيب لك خيارات طبعا انتم امتحنتوا الفصل اللي فات امتحانات آه آه ميت تيرموفاينل صح؟ عارفين كيف تدخل على التعليم الإلكتروني مش هيك ولا لا؟ آه بس طب خليه بحكيها بالآخر خانكمل الآن بقول لك آه عارفين دفتور نعم عرف لي مثلا الويف تنبورال سوميشن الان كومبليت تيتانوس الكمبليت تيتانوس مثلا عرف لي المصل فتيق مصل تون فضلي اياهم مصل توتشينج عرف لي شو كمان يا جماعة آه شو معنى تيتاني شو معنى رفراكتور بيلو تاي كلها شرحناها والآن بجيب لك الرسمي هاي مثلا بقول لك حكي لي وين اللاتنت بيريود في أي جزء هاي اللاتنت بيريود كونتراكشن بيريود هايو وريلاكسيشن بيريود هذول كله جماعة جماعة أخذناهم هاي الرسمي كله أخذناه الآن الرسمي هاي اللي بتشمل كل شي هانو حكينا كومبليت تيتانوس وهذا الان كومبليت تيتانوس كلها أخذناها رجعوها راح يجيب عليها ضع دائرة طيب هاي ثلاثة شاتر صاروا دخلين في المتين والأخير الهيمتولوجي اوكي لعند الهيمتولوجي الهيمتولوجي أخذنا كيف نغيص البلد بوليوم وكيف نتعرف على الانتي بوديرز والانتي جين أحدد كيف أحدد أنا كيف أحدد لوع دمي شوري ايجنت اللي بيستخدمها أخذناها الآن أنا بركز في الدراسة على الشرح الآن بعديها حكيت لك شو يعني بلد كلوتينج and بليدنج تايم البلد كلوتينج تايم كيف بحسبه بالكابيلاري تيوب ارجعو شرحناها أنا طيب عن النورمل البليدنج تايم كم النورمل إله اللي هو النسيف الواحد البليدنج تايم يعني واحد قديش بنزل كم فترة وبعدين بوقف الكلوتينج كيف يحتاج الجسم حتى يمنع النزيل إذا كان إطالة في الموضوع هذا إذا زاد عن أو قل هذا يدل يعني هو دائما بتطلعوش على قل بتطلعو الأكثر برولونج بليدنج تايم إذا زاد عن الستة هو والكلوتينج معنات في عندي مشاكل صحية اللي هم كالآتي الكلوتينج تايم كيف بحسبهم البليدنج تايم عبر الدك ميثود راجعوها بليدنج تايم دك ميثود وهي الآن الريبورت طبعا هذول عكسولي عليهم إنه أنا شو الرياجنت اللي بستخدمها حتى أحسب البلد تايم إذا الـ anti-A منوكلون لهذا الرياجنت شو بقيس أي نوع من البلد جروب الـ anti-B راجعو الـ anti-D شو بقيس أنا لما بستخدم الـ anti-D منوكلون البلد جروب شو بقيس فيه العامل الرائز يصي صح نفس نفس طيب ها رفضوا الـ bleeding time normal clotting time determination of bleeding time هاي كل حلولي حق طلبت منكم تحلوها بعدين أنا الريبورت يبقى بأخر الفصة الآن لهنا يا جماعة اتراجعوا الريبورتات كلها لغاية أربعة هيمتولوجي لابل هيمتولوجي لاب الكيموغراف لاب testing and diagnosis و اللاب instrument اللي هو الـ introduction واحد اثنين ثلاثة أربع لابات داخلة في الامتحان أوكي يا جذولة راح أجيب عليهم الحمد لله راح أجيب عليهم الدكتور كم سؤال بيجي راح أجيب عشرين سؤال إن شاء الله عشرين خمسة وعشرين ماكسيم وعشرين كلهم ضاع داير لاب طيب أنت هنا طبيعة الامتحان أنتو بتعرفوا كيف طلعوا كيف طبيعة الامتحان يوم الامتحان إن شاء الله بتلاقي أني عامل لك زي هيك طلع mid term exam شايفوا هيوها عمل لك يا شو بعمل لك هيك mid term exam lab human physiology بعطيك الباسورد أوكي تدخل يوم الامتحان بتلاقي الباسورد مكشوفة وقت الامتحان إحنا متى موعدنا من الثنتين للثنتين واربعين يوم الثلاثاء القادم واضح بتلاقي أول ما تدخل على على في السيولوجيا الإنسان العاملي الساعة ثنتين أو قبل بيوم مثلا بنلسلها قبل بيوم بتلاقي اللينك هذا وعندك الباسورد ضغط على اللينك بتطلع معاك زي هيك الآن preview quiz بدخل الباسورد وبعمل start attempt وببلش أحل بالأسئلة واضح واضح دكتور دكتور بس لا لأي لاب مش سامعك والله فيدي امتحاني الأناتومي لأي لاب معنا الأناتومي يوم الأحد راح ينشرح نعمل مراجعة ونحدد زي اليوم مناش نستعدل يعني ما راح نمتحن يوم الأحد لأنه لا 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 حكيت أنا كررت يوم الأحد ما راح ينمتحن لأنه المفروض نجتمع مع بعض صح صح لا هك أنا لا هكي مش عارفة لا يوم الأحد نجتمع إن شاء الله ونحدد الموعد وشو طبيعة الأسئلة اللي داخلة في امتحان العمل تشريح الآن هذا يوم نحن الثلاثاء اليوم الثلاثاء القادم إن شاء الله انتحاننا حددنا المواد شو طبيعة الأس اللي ضع دائرة احفظ بتجاوب ضع دائرة سهلة وهي الامتحان راح يكون معروض بالشكل هذا exam في أحد عنده أي سؤال يجي معه دكتور عافية تضل حددت موعد الأناتومي والفيسيولوجي النظري نظري اليوم بحث لكم الآن على جداول طلع الجداول موعد دكتور مثلا طلع خليكم معي ها نطلع الجدول الجدول هاي جدول الامتحانات عندنا امتحان الفيسيولوجي يوم تسعة وشرين أربع صح فيسيولوجي الإنسان شيك ادكتور هلا يوم الخميس هو امتحان تسعة وعشرين أربع الخميس هو امتحان الفيسيولوجي الإنسان إحنا متى راح نجتمع هو يوم خميس عادي نجتمع بآخر محاضرة لإلنا يوم الثلاثة يوم الثلاثة نجتمع مع بعض متى موعد الفيسيولوجي أي ساعة موعد الفيسيولوجي من الاثنى عشر ونص هذا يوم الثلاثة موعد الفيسيولوجي من الاثنى عشر ونص موعد الفيسيولوجي من الاثنى عشر ونص اجتمع معكم يوم الثلاثة اللي هو السبعة وعشرين إن شاء الله أربع مشكلتي معكم إنه أنتوا ما بتدخل على جروبات التيمز يعني جماعة أنت عندك التيمز ادخل على يعني كيف تفرجيك يعني اطلعوا يا دماعة مشكلتكم هنا نخليك تطلع دعملكم أفتع التيمز نحظة شوي طلعوا هنا خلينا أطلع من هاي أخليكم معي في مشكلة مع الطلبة انتم هون طلعوا إننا احنا هاي القروب اللي احنا فيه شايفينه القروب شايفين اللي أنا عارضه أسمائل عمريش وكاتبين هاي أسمائل عابد شو مالها أسمائل عابد ممكن تدخلني قروب مادة الفيسيولوجي بالتيمز كيف أدخلها هاي شو مالها أسمائل عابد مين أسمائل عابد معاي أسمائل عابد أسمائل عابد مش موجودة دكتور احنا عشر طلاب حسا بس بالمحاضرة طب كيف تدخلها هاي ستنش بخلينا دخلها خلينا دخلها شوف أسمائل عابد لا أسمائل عابد طب هي موجودة عندنا في الأصل أسمائل عابد هي اليوم دولي اليوم طلبت منها أدخل اسمها في القروب طب ما أقول السنة وإن كينين أصلا مش موجودة بالتيمز نيائي ما بلاش أدخلها فيه أسماء العابد ما لهاش اسمائل أول المحاضرة كانت داخلة أنا شفتها داخلت أنا ما بعرفتها بس شفتها اسمها كان موجودة من الحضور طب ما هي مش موجودة في المادة لش تدخل بالله علم بالله يخليكم معي خلينا تأكد منها هاي أسمائل عابد أنيوي مش مشكلة يا جماعة ركزوا لي هنا أنا برجع لأسمائل عابد بتواصل معها شايفين اللي أنا عارضه صح هل هل انت مسجلة عندي هذا من قبل طيب الآن هون الطلبة أنا مشكلتي مع الطلبة هون شايفين هاي التيمز اللي عندك دخل لي هون التيمز انت معها اضغط لي عليها احنا شو مادتنا الآن علم التشريع عملي بضغط هيك بشوف شو الدكتور وده لي مسجات أغلب الطلبة في عندهم بتفاعل يعني هي أنا اليوم وديت الجدول مين شايفه ما بعرف مين شايفه أنا كاتب مثلا شغلاتها السيمور أنتم ما بتدخلوا هون أنتم بتودوا لي دغري مسج من عندكم عليه مباشرة أنا بديك تدخل على المادة من هون مادتك تيمز وتدور لي وين مادتك وتشيك أول بأول شو كتب ودي الدكتور مش تبعث لي على الخاص من عندك واضح للمسألة هاي شو ودي أنا شو مودي مسجات شوف شو أنا مودي مسجات الكل بفكرني بتعامل معك طريقة شخصية ببعث لي على الخاص من عنده لا ما بدي تبعث لي الخاص من عندك طلع لي على الجروب احنا في عنا جروب شات هاي واضح للمسألة هاي يا جماعة دكتور عبد الكريم والله دكتور لخصوص التشريح النظري أنه تغير وقت المحاضرة عبد الكريم عبد الكريم أنا هلا في عنا شعبتين يا عبد الكريم تسعة عشرة واثمعش ونص تنتين اللي صار إنه الرئيس منع أخذ قدم يعني ليش ننزل شعبتين لنفس الكلية مختلفات واحنا في عنا أونلاين طبعا الآن حكينا لأنه قلاب في عندهم تعارضات وفعلا في تعارضات فالآن قال حرام إنه يعني مادي نفس المادة ادمجوها ببعض بوقت متأخر بحيط ما يتعارض مع الطلبة قلنا لا حوله ولا لا طبعا أنا برتاح هل هيك معي عبد الكريم عبد الكريم أنا هيك برتاح شوي لأنه مادتين أعطي الصبح وأعطي المساء والله صعبة الآن عبد الكريم ضل شهر الله بيعينكم يعني أنا الآن بدأ حولها من الثمانية لتسعة بالليل الآن فترة رمضان راح ننزلها تسجيل بالصلاة امتحاننا احنا متى ما وعدكم امتحانكم قالنا نتفرج امتحانكم النظري هل هيك سبعة وعشرين دور؟ لا امتحان هذيك سبعة وعشرين في السيولوجي النظري اللي هو عندنا هم منزلين مادتين اه اللي هو احنا على أساس انه مادتين واحدة بأربعة خمسة والثانية متى والثانية بخمسة خمسة يوم أربعة وهذهك أي ساعة يوم أربعة خمسة ثلاثاء نعم أربعة خمسة الآن احنا لما نحول المادتين راح يتحولوا أحد ثلاثاء خمس الآن في امتحاننا راح يكون يوم أربعة خمسة من الثمانية لتسعة بالليل طبعا كوني رمضان بعملكم ميات تسعة عشرة أو عشرة عشرة زي ما بدكم راح يتكم أو أعملكم ميات صباح بس الآن أنا احنا الآن في الفيسيولوجيا يا جماعة ما بدي أبعد أنا الآن تشريح النظري راح ينتقل الموعد من الثمانية لتسعة وبس انقول للشعبتين إن شاء الله اليوم أو بكرة بنتفق مع بعض كيف الامتحان ومتا من راجع الامتحان واضح شكرا لك بالطريقة هاي راجعوا لي هاي دائما دخلوا لي عالتيمز شوفوا للشات هاي مادة مثلا الفيسيولوجي علم التشريح بدخل أنا راح يتغير حسا هذا راح يكون تسعة ثمانية تسعة وطلع شو الدكتور شو مودي بقرأ ومن ناقش بعض سواء بالشات أو كذا هذا بالنسبة للتشريح النظري الله بعينكم شهر ومنخلص يا جماعة كل عام أنتم بخير منخلص الفصل تحملوا هالشهر طيب بالنسبة للفيسيولوجي العملي في أي سؤال واضح الأمور تمام دكتور واضحة امتحاننا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله الموافض سبع وعشرين من الساعة 22 إلى 22 واربعين بتلاقوا الباسورد موجود لما بتدخل على التعليم الإلكتروني بتختار سيولوجي الإنسان بتلاقي الباسورد موجودة أوكي تمام دكتور إن شاء الله طيب في حدا عنده أي سؤال أو استفسار يتفضل دكتور بس أنا عندي سؤال ما رح يكون الامتحان وان وي صاف لا لا توقفي راحتي تروحي بترجع زي ما في الدك طيب أي السؤال الثاني يا جماعة طيب ما في أصل يا جماعة ننهي اللقاء وبنزل هذا التسجيل اليوم بنزلكم إياه على التعليم الإلكتروني في أي سؤال يا جماعة قبل ما أنهي أي سؤال بضلو تمام الأمر واضحة الحمد لله السلام عليكم يا جماعة الله يعافيكم السلام عليكم اشتركوا في القناة